أما شركات نقسوها تحت طيلة الواسفة صندوسة اللي هي معناها نديبوسوا دواء كومكواء أنتي بش تجيب سلعة معناها مادة خام يا أما بش تركب هنا وإلا بش تعمل لها معناها قيمة مضافة مثلاً في الفاكية ندخلوا فيها على أساس اللي نحن بش نحمصوها هنا وبش نحطوها في علبة وساشيات بعينة وبش تتعاود تتصدر بالكوتبار وبالوحدة أور ما فهمش منه الشيء دي لكل فهمك تدخل هنا لتونس تتباع في السوق التونسية ونبعد في التصدير نصدروا نحاس نحاس كنا نجيبوا فيه من ليبيا نخلصوا عليه طوام معين في الديوانة ويتصدروا هنا معناها تدخل اللي نسميه نحن الترافيك الديواني اللي صح على أوراق ما يقولش اللي هو بش صدر نحاس يقولوا اللي هو صدر فاكية اللي مثلا دخلوا كليماتيزوريت على أساس نحن بش نركبوهم هنا وبش نشركوا اللي يدر عامل التونسيين فماش ما عمل فما ديبو تدخل للكليماتيزوريت كاملة مركبة حاضرة باش تمشي للوجهتها ونخرج ونحاس وفي الأوراق يتحطكم كوارا وذلك كليماتيزوريت تم تركيبها في تونس وصينيات وما فهمش منه فهمتني هذا هي هو مانا الترافيك اللي كان يصير واللي للناس كل كانت مشاركة فيه يعني مش رأوا شيء ذي حكر على عائلة الترابلسي وعائلة بن عليها ثم مؤسسات اقتصادية كبرى كبرى كانت تجيب في الكليماتيزوريت وحدها من الأول كانت تستعين بزيد وبعمر ومن بعد هما ولا يجيبوا أحدهم ويجيبوا يحلوا ديبويت خطر القانون بتاع بش تحل ديبو والواس وصندو سهل يسر فهمتني إذا كان عندك شكون انت في المنظومة الدوانية الرقابة ما تتمش نورمال موكي بش تقول انت بش نحل المعمل لانا مو ثم مكينات وما ثميش رقابة حل ديبو ساعات ديبو يبدأ فارغ ما فيه شيء